يا ست الكل يا لقلقة يا منورة بكل اجتهد يلي طول عمرك بتدي وعليكي الحمل زاد تعالي شوية نحكي عن يامة تحديات شفنا فيها ايد قديرة رفعتنا في الأزمات وما بقاش من الصعب إلا أحلى الذكريات فتعالي نزين حياتنا بالورد والافتسامات ونعيش اليوم بيومه بإيمان وكل ثبات نقرأ الكتاب ونفرح وننشر حب وحياة مشاهدينا اهلا بكم وحلقة جديدة من برنامج انت لقلقة ان شاء الله يارب تكون كل حياتكم جميلة وصحية ومستمتعين معنا برحلة الحلقات اللي بنقدمها لكم بأن كم حلقة فاتوا ياريت ترجعوا لهم وتشوفوهم عشان كل حلقة مبنية على اللي بعدها كل حلقة فيه ثلاث حلقات فاتوا والنهاردة هو هنقدم حاجة تاني كل حلقة فعلا مبنية على اللي بعدها فياريت ترجعوا لهم وتستفيدوا من كل كلمة بتتقال في الحلقات كمان بنستنى منكم استفساراتكم اسئلتكم اكتبونا على الحلقة السؤال بتاعكم او الكومنت او استفدتوا من ايه ولو فيه سؤال اوعادكم ان دكتور باسم هيرد عليكم من خلال صفحتنا صفحة جريس وجروب جريس على الفيسبوك النهاردة عندنا حلقة جميلة جدا وشهيرة جدا ولكن جواها غموض وجواها اسئلة وجواها تحديات وكالعادة مين ينفع ومين ما ينفعش خلونا نرحب ضيفها وبقاش ضيف خلاص بقى صاحب المكان دكتور باسم اهلا وسهلا بيك مرة تاني معنا حلقاتك غنية جدا ومش بس كده يعني مبهجة ومبهرة وحاسين عندنا كده تفاصيل في النص عايز نسأل بتستفزنا يعني بيستفزان وده اللي انا بحاول اعمله ان انا بحاول اخلاق عشان شغف ايوه شغف عند الناس للاكل الحقيقي اه بالضبط النهاردة هنتكلم بقى عن عدمه ايوه ما هوقفه بقى احنا سمينا الحلقة دي بقى ايه هو اكل ولا جنان يعني اكل 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 وافتح على الرابع بقى ومليش دعوة باللي بيت قلوة خليني عيش حياتي والكلام الحلو اللي كلنا بنقوله ده اوقاتي يعني مش كلنا اغلبنا اه ولا لا 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 انا مش هاكل خالص بصوا بقى انا قررت اصوم وهصوم يعني حصوم انتم متعرفونيش ان شاء الله يا رب اعمل دخل بس هصوم فخلونا مع دكتور باسم النهاردة نشوف اصوم اصوم لغاية امتى سيامه تقطع يعني ايه طرقه ظروفه مين هي نسبه ستاشر وتمانية ولا خمسة وعشرة ولا ايه بالضبط خلونا خليكم معنا في الحلقة دي دكتور باسم فيه طبعا دخلت علينا السنين اللي شوية اللي فاته دول شوية عنوين يعني زي ما تكلمنا الحلقة اللي فاتت كده عنوان كيتو اه مش سنين خمش بنتكلم في خمس عشر سنين بنتكلم في حقبة يعني بس عملة تزيد بتتطور وكأنه بيورسوها لبعض الناس ما تفهمش بتعدي ما تفهمش حاجات من النوع ده فيه حاجة بقى شهيرة جدا اسمها السيام المتقطع ماليا السوشيال ميديا وماليا الفيسبوك وعندنا حلقة عن الموضوع ده بس عايزك تكلمني يعني ايه سيام متقطع زي ما تكلمنا عنك سؤال جميل جدا برضو الحقيقة على قد ما احنا في المرات اللي فات في الأسبوع اللي فاتت تتكلمنا ما نخليش الأكل مجرد وسيل التخصيص لأنه أرفع مش أرفع رفيع يعني أعلى من كده بكتير تأكل صحي وما نخليش الصيام مجرد وسيل التخصيص لأنه برضو أعلى من كده بكتير يعني هي الأكل مش بيخسس بيخسس الصيام مش بيخسس بيخسس و هنتكلم كده النهاردة بس ما يبقاش كل حاجة لمجرد المراية اول حلقة بتاعتنا بس كله المراية هتتصلحه و جسمي هيبقى شكله كويس ده اكيد يعني هبقى مزهول لو في حد ما استجابش للطرق دي لكن الصحة اللي بتيجي الضغط اللي يروح حقن الانسولين اللي بتروح الضغط والسكر والدهون عالكبد وكلام ده كله من التول فيه انا بتخيل ان انا عندي تول باكس علبة مليانة تولز منها الكيتو مش عايز يبقى عندك تريك واحدة مش بحب اللي عايش حياتي كلها متعلم تريك واحد يبقى على اسلوب واحد اه لا مش مشكلة يعني لو الاسلوب مثلا اكل بحر ومتوسط مدى الحياة ماشي بس الدنيا بتتغير وزروف بتتغير والبلد بتتغير وناس بتهيجوا وناس بتيجوا وناس بتروح كل ما بتعلم تول يبقى عندي تول في التول باكس بتاعي اللي هي الباكس بتاع او العلبة بتاع العدة عدة مش بس التخسيس بس هي للتخسيس عدة الاكل الصحي من ضمنها الصيام الصيام دوة عشان بس يبقى من الاول فيه كلاريتي ووضوح مش بنتكلم عن الصيام بدون الماء الصيام بالماء كلمة صيام متقطع يعني بشرة مائزة من عايز وهي فضل ما يبقاش فيه قهوة وشاي بس اللي قادر طبعا القهوة وشاي مش عيبه بمحليات ولا حتى المحليات الصناعية zero calories بره الصيام جاه من فين السؤال غريب جدا ازاي كل الديانات وكل العقائد وكل البلاد ارجع تبات صين هند هتلاقي صيام انا مرة بكلم واحد زميلي في الشه كنت صايم تلات يام وتقطع مش من خطع ده يعتبر اكستاندد بعد ما عديت يومين ثلاثة يعتبر سيام مطول فانا كنت في ثالث يوم سيام متواصل متواصل مية بس وقهوة كوباية كل يوم ولا كوبايتين من غير محليات ومن غير كريمر وكان ثالث يوم فكنت فخور جدا فانا بكلمه هو هندي فبقول له اصلا اضعبان وفعلا كنت اضعبان مسترسد وكدا بقلي ثلاث يام سوى يوم فضحب فقول له لي اصلا اعادي بتاعي تمانية ثمانتي ايام فبقول له ثمانية وانا اصلا عارف وقاري بس ما قابلتش كتير دلوقتي قابلت كتير ده الكلام ده كان من فترة قالي او والدتي بتسوم اربعين بجد والكلام ده مفروض ما نستغربوش ان احنا عندنا في البيبل ايوة بس بنقول مافيش حد في العصر الحديث عامل كده لا عشان احنا الاكل زاد قوي والشغف بالاكل زاد قوي وانسينا ان الصيام ممكن يبقى صحي جدا طب ليه فوقت الصيام ايه احنا قلنا قبل كده في حلقة من الحلقات اللي فاتت ان فيه فلاسفة سوكرتيس سوكرات بليتو اشترت على تلاميذه علشان يبقى عندك نقاء الفكر اصلا لازم تصوم وتعدي يوم ويومين وتلاتة بالمية طبعا مع المية وتعالى فكر في طريق تاني خالص اسألك حاجة ينفع اصوم ثلاث ايام او خمس ايام بمية بس وما اهبطش وما اجعش وما اعش من طولي واسناء القصة دي كلها انا عندي مذكرة او عندي شغل او بتحرك السؤال صعب الحقيقة لاني كل واحد يعني اولا انا منصحش به اقل من سنة 18 سنة عامرمان طيب ولما بقول سيام حضرتك اشارتي تقصد خمس ساعت اتناشر ساعة انا عموما مش لو نفتكر الفطار النوم او النوم ده سيام مش بناكل ايهوب لعنا تفكر فيه ناس بيطوم ثلاثة الصباح تاكل وده حالة مرضية اللي بياكل اكتر طبيعي يعني بنقول في الطبيعي ان احنا نايمين 8 ساعات صيام بس اللي بياكل اكتر من 25% من اكله بعد الساعة 8-9 بالليل ده يعتبر مرض اكل بالليل بس العادي نايمين وصايمين 8 ساعات اهه لو قبلوهم 4 ساعات مكلتش وده الصحي يبقى عندي يبقى كده 12 ساعة ده اسهل طريقة يبقى كده 12 ساعة يبقى كده 12 10 ساعة نايم ومش باكل بس مية شغال 4 ساعات لقبل النوم وده صحي جدا للمخ وللكبد وللتخسيس وللالساهايميرز بيقل الاحتمالات ولان المخ بينظف نفسه بالليل وحنا نايمين والكبد طيب لا انا خلاص تعودت اسبوعين ثلاثة وهل ده طريقة رائعة التخسيس هو طريقة صحية بس من نتاج بطيئة لان 12 ده وندو كبيرة اللي ناكل فيها خصوصا لو الاكل مش قد كده وتقريبا لازم يبقى اكل صحي جدا عشان اعرف تقسم على ال 12 وال 12 هذه لازم هنقولها ندخل بقى في المرحلة اللي بعدها 14 و 10 يبقى بعد ما صدق من النوم زودت ساعتين يعني تقريبا براكفست اسمه بريك فاست بكسر سيامي ويا ريتنا لما نكسر سيامنا نكسره عيدل لا ده انا كنت بقولنا بطريقة تبحث بقول احنا في مصر في مقولة شهية شهيرة شهيرة انت بتصوم تصوم تصوم وتفتر على بصلة لا ياريتنا نفتر على بصلة لا نفترش على بصلة صراحة نعايزين بقى الاملات والجبن والحاجات والعيش انا عايش الاملات والجبن ديش هاي البج ديل يعني هنتكلم في اكل حقيقي العيش اللي بقى ابيض والكلام ده والمسكرات والسيريال والسيريال اللي مليانة سكريات ادمان طيب طولناها ساعتين كده بقى وانا 14 شهر كمان تعودت ده انت حضرتك في الكروب تاعك هنا واحنا بنتكلم قبل الحلقة زهاني من غير ما اقول اسمه طبعا ما خدناش اسمه بس هو يوسف يعني انت فتنت عليه بسون باليومين وبالتلاتة وانا معجب من الارادة وبنول بالاربعة والخمس ايام مش كل حد هيعرف يعني الحياة كبيرة اوه يا يوسف فالحقيقة انا ام فاري امبراسد بس دي بتاخد ترينينج وبتاخد وقت واشتغلت معي لانه هو خس كتير جدا جدا بناعا عن اللي هو ايله بس اللي انا عايز اركز فيه الصحة اهم احنا عرفنا دلوقتي علميا في العهد اللي احنا فيه ان بعد 14-16 ساعة انت كده ده سيوم بجد هو فيه سيوم بجد وسيوم مش بجد يوم اللي وصلت عند 16 بالمية انت اخر واجبة بعد 8 ساعات خلص اوكي يعني لو ماكنتش وايكل قد كده كتير عوي لو كانت كتير عويوي هتقعد بكتير 10 ساعات فاضل في الكبد بأخزون كربوهايدرات مكفي 3-4 ساعات فعند 14-15 ساعة بتدي الجسم كل السكر والمخزن منه خلص ففاضل واتكلمنا في حلقة قبل كده بروتين ودهون وبالفعل عند 18 ساعة 16-18 ساعة بيبتدي يكسر في الاتنين اوكي بس المخ بياخد بال ايه ده انا هكسر العضلات ده انا كده كم يوم هموت طلع مادة اسمها هورمون هورمون النمو تزيد 2000 في المية بعد 18 ساعة عشان يمنع عملية تكسير العضلات فيفضل ايه؟ الدهون هو ده باع السيام الحقيقي بجد فاللي بيصوم 16-18 بس خدي بها لحضرتك في كافيات او في نقطة مهمة محاذير مش منصوح لكل السيدات في سن الخصوبة من 18 لحاجة واربعين الدورة ممكن ما تنتظمش مش كل الناس انا كتير قوي بيردوا بيردوا علي وبيكلموني والمرضة بتوعي يقول لي لا انا بقى لي عشر سنين وسني 25 سنة و 35 والدورة زي الفل وخلبت مرتين ده العادي اكشن بس في نسبة 20-30-40% خصوبة مش هتبقى كويسة وكمان الدورة مش هتنتظم فالسيدات اللي تعمل حاجة زي كده تفهم وبردو في المشكلة تاني اللي بيعملوا السيام الطويل اكتر من 12-14 ساعة ما نصحش باكتر من 14 لسيدات في سن الخصوبة الا لو هي عايزة تجرب وتشوف يعني لغاية 12 ساعة نورمل كنت اقول نعم ده الصحة ليس نورمال بس وحنا مفروض من اكل 4 ساعت قبل النوم لان لما باكل قبل النوم على طول بغض النظر سيام ولا لا بحرم مخي والكبد من تنظيف نفسهم بيعملوا ريسايكلين بالليل اهم ساعتين ثلاثة في النوم معروفة علميا هم اول ساعتين ثلاثة يعني بيبتدي الجسم يدخل يعيد يعني في حاجة اسمها سريبرو سباينال فلويد ده السائل اللي مليان شوائب بينظف المخ على الاخر اليوم بقى خلاص مش نضيف خالص ولازم يروح يتنظف بقى والمخ بيعمل كده زي السفينجا لا زي السفينجا يفضي خالص الفده ويجيب حاجة جديدة لو المخ المشغول باكلة رهيبة هو والكبد قبل ما ننام على طول الحكاية دي اسمها Glymphatic System بالانجليزي مالهاش عربي وحاجة جديدة مالهاش 15-20 سنة يعني ايه Glymphatic System احنا عندنا Glymphatic في عندنا Glymphatic الغدد الليمفاوية دي بتنظف وبتساعد الجسم انه ينظف في المخ ما فيهوش غدد ليمفاوية فالباسلز الاوعية الدموية بتساعد على عملية التنظيف وتبقى رهيبة في الصيام المخ عكس اللي الناس بيقولك انا فاجي ومصدع وكلام زي كده ده عشان عندك انسحاب كربوهايدرات بعد ما تتعاود على الصيام 16-18 وانا عملت 3 يام قبل كده لازم نعرف انه طبعا لازم يبقى مع الطبيب بتاعك ولازم تتابع وما ينفعش تبقى بتاخد ادوية سكر وقرر تعمل صيامات مطولة للسكر تاك هيوقع ممكن تحصل غايجوبة سكر لازم يبقى فيه حرص عموما حتى اللي بياخد مثلا دواين 3 للضغط المرتفع ويبتدي يصوم صيامات 18-20 الضغط بيقلي جدا فممكن يوقع ويغم عليه وكده ويحصل حالة اغماء لانه لما مش بناكل تصلب الشرايين بيفك شوية الطرايين بيتدي الشرايين بيتدي تترا ده معروف ان احنا الاكل اللي مش صح تعمل تصلب شرايين والتهابات لمدة 6 ساعات في الشرايين غير بقى الخضروات والفاكهة اللي بتنور وتشيل الحمل نرجع للسيام تاني اه ارجع للسيام دلوقتي احنا بنتكلم على انه لو حد عايزي يتبع هذا النوع وان ميلا داي انت سألتيني السؤال وان انسيت او ماد دي غا اسم الحلقة حضرتك قلت جنان اكل ولا جنان بس الفكرة انا في سؤال ما جاوبتنيش عليه اتفضل لو حد قرر يعمل ثلاث او خمس سيام سيام متواصل مش سيام متقطع اللي احنا بنتكلم عليه 14 المتقطع ده يوم يومين اقل من يوم كمان زي ما حضرتك قلت عملت وزي ما يوسف قال عمل وزي ما ناس كتير بتعمله ده ما يدخلنيش في غيبوبة ده ما يقللش منعتي ده ما يدوخنيش ده ما يصدعنيش وانا انا مش هاخد اجازة عشان اصوم في حاجة اسمها يجب ان تتعلم هقولها بالنجلس بس اولها بالعرب لازم تتعلم تمشي قبل ما تهرول قبل ما تجري اللي عايز يروح يعمل يومين وثلاثة واربعة وما تعلمش زي يوسف الـ 12 والـ 14 والـ 16 والـ 18 انا شايف اروع سيام مشهور جدا في العالم كله الـ 16 والـ 8 16-8 بس ما يبتديش بيه بردو لو حد لسه ما يبتديش يوم خالص هو اكشل 16-8 بعد اصباح هايبه الناس كلها بتعرف تعمله سهل لان احنا قلنا اربعة وثمانية ده اتناشر هزود ان انا مش هفتر ايه ده يا دكتور ازاي بتكلم عن الفطار ده اهم واجبة اطلاقا اطلاقا اهم واجبة لو بتاكل شوفاني بتاكل توت وبتاكل فاكهة واخضار وحاجات صحية جدا ماشي ما عنديش مشكلة الصيام الاكل ده اجدع من الصيام الصيام موجود في كل وقت ممكن نلجأ له كتول كوسيلة حلوة للجسم الصيام بيقلل السرطان خصوصا لو فقص 11 ساعة بيأكل الخلايا القديمة من المناعة فجسمنا بيضطر يبدلها بخلايا جديدة في جسمنا جينات حوالي 1100 جين البني ادم فيه 23 ألف جين 23 ألف جين 23 ألف جين على الفكرة فيه ديدان عندها 90 ألف ليس بالعادة فال23 ألف جين منهم حوالي 1100 متخصصين التهابات لما بنسوهم الكثير او الجينات دي مفتوحة زي الناس عايزة تتخيل عارفين الناس اللي بيقعد على سويتش بورد في حفلة وشغال يفتح زراير ويقفل وماسك مايك وخمستاشر زراير يفتحهم الجينات عبارة عن مفاتيح سويتش بورد شوية كتير قوي منهم مقفولين وشوية كتير قوي مفتوحين الأكل الصحي بيفتح الجينات الصحية والأكل اللي مش صحي بيقفل الجينات الصحية ويفتح جينات مصرطنة ملهبة والصيام بيفتح المفاتيح تاعت منع السرطان عندنا جينات بتخلي السرطان ينتحر هذا علم اسمه علم الأبيجيناتكس والنوتريجينوميكس هذا علمين مختلفين نوتريجينوميكس حاجة اللي هي حلقة بالنوتريشن تشتغل زر الجينات بالطريقة طبعية والأبيجيناتكس علم التخلق اذا اناك لو اتنين توأم اتولدوا في جابان وسياميس اللي هم ايدنتيكو توينس لو تربوا الاتنين في جابان في نفس البيت لسنة 40 بيتلاحوا شبه بعض اوي 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 اخذنا واحد منهم ودناها اماركا مش غلط مش لازم امارك اي بلد تاني اي حتة اي حتة الشمس الاكل الشرب الرياضة الشغل كل ده مش جينات ده اسمه ابيجيناتكس طريقة التعبير عن الجين ايه اللي عمله دخنه او دخنش شرب كحوله او مشربش كل الكلام دو بيبقوا شكلهم مختلف تماما مستحيل يتعارفون ان هم اخوات واو فده علم الابيجيناتكس قد كده عايز تقولين انه بي الاكل وطريقته وعدمه وعدمه بيقصر في شكلك وبيقصر في طبيعتك الاكل ممكن يقصر في العمر ممكن يقصر الاتنين واحدة بالصاد واحدة بالثه لو بيقصر في حياتنا وعدم الاكل احنا عارفين ان فيه علم كامل وده ما ينفعش نتكلم عنه اسمه الاوتافيجي اروفيجي اللي هو الالتهام الذاتي الاستشفاء الذاتي ممكن نعمل عنه حلقة للموضوع بكبير جدا ايو انا قلنا عنه حتة زين انه ما عندناش حلقة الالتهام الذاتي فيه عشان نعرف الكلام طب علمي يا دكتور ولا احنا بنقول كده الالتهام الذاتي باكل نفسي طب انا ازاي هاكل نفسي باكل دهام بتاعتي بعد 18 ساعة ما احنا عارفين باكل الخلايا اللي في المخ القديمة باكل خلايا مصرطنة او نوية تبقى سرطانة او خلايا غلطانة لان الناس مش فهم ان انقسام غلطة ده معناها ممكن تبقى خلايا سرطانية لما بابقى اجعان قوي الالتهاب ده يعتبر رفاهية لكشوري الجسم ما يقدرش ما عنديش وقت التهاب انا بسيرفايف بعيش الالتهاب ده و لما بقى عندي فاية طاقة اصرفه على الدبارتمنت اسم الالتهاب اسم الالتهاب بقى بانكروبت ما عنديش اكل الالتهاب هينزل المفاصل هتبقى زي الفول مش كده الصيامات المتقطعة الراجل الاسمه يوشي نوري أوسومي سنة 2016 واخد جايزة نوبال شرح للعالم الاوتافجي اشتغلت ازاي في التجارب بتاعته اكتر من 30 سنة شغال على الخميرة اليست احنا بتكلم في نوبال برايس بتكلم عن خميرة يعني ايه هو شرح العملية بتاعت الاوتافجي في كائن حي اللي هو الخميرة اليست هو ده كان حي جوعهم ادهم مية بس عاشوا اكتر الضعف الكلام ده هو مش حقيقي في البنيادمين ان احنا نعيش اكتر لو صلنا يعني او نعيش الضعف لكن معروف علميا ان السيامات في حياتنا بتقلل التهبات بتقلل الزهايمر بتقلل سرطنات بتقلل الدهون يعني بتقلل الوزن طبعا بتسيح دهون الكبد احنا حظنا حلو ان اول دهون بتنزل في جسمنا اول 5% دهون الكبد الدهون الوحشة اللي هي في الكبد دي من نعمة ربنا ان هي دهون مصرطنة ملهبة طلع كوليسترول طلع الحاجة اسمها سايتوكاينز خلايا حركية بتدي رسائل تلهي بالجسم فانا عايز اوصل للناس ان السيام رائع للتخسيس بس مش مجرد تخسيس طيب وسألت اسوال هل يمفع يومين ثلاثة واربعة لا لازم ده 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 أرقام خزعبالية أرقام كبير لازم نبتدي الأول بسيام متقبة ولازم متابعة مع طبيب ده بالذات ومتابعة مع طبيب ولو على أدوية هتعرف اللي هيحصل ايه بعد ما يخص الوزن الناس يمتل مش عارفة اللي وزنه 100 وهينزل يبقى 70 وعنده سكر نوع تاني بنسبة 80% هيروح مرض السكر الضغط بنسبة 85-90% يروح مرض الضغط ولو بياخد الأدوية تبقى مشكلة قلتلي لو هو عنده مريض سكر ما يقدرش يعمل سيام متقطع لذي ممكن السكر يهبط أيوة هيروح للدكتور بتاعه هيقول لأنا عايز أعمل سيام متقطع يا الدكتور بتاعه عنده وقت وبعشن زي أنا كده ويقعد يشرح ويقعد معه ويقفل الباب ويقعد ساعة يشرح له هيقول له لا لا ده الكلام ده مش مزبوط وانا عايف انه مزبوط بس محتاج وقت هيقول له طب انا هقللك الجرعة الإنسلين النص ماهروف انحنا هنبدأ ينسوم بياخد مثلا عشرين الصبح وعشرين بالليل وسبعة سبعة سبعة انا ما بقولش حد يعمل كله بس بقولي الدكتور هيعمل ايه؟ هيخليهم عشرة وعشرة وخمسة 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 وهتقدون اي ماشي هزال فلو أرقام السكر اكتشلي نورمال اكتر من زمان مش هتشوف 300 او 400 او 500 بس ما ينفعش من غير مطابع الطبيب حد عنده مرض السكر على ادوية ويروح يعمل سيامل واحد وهيحصل فيه مشاكل بالضبط ده اللي عايزين نأكد عليه طيب ينفع اعيش انا خلاص ابتديت سيامو تقدع وابتديته بالتدريج وكده ينفع بقى ده يبقى لايف ستايل؟ هو تول في الباكس اه انا مش شايف ان احنا مفروض نتطلحها كل يوم طيب سؤال تاني بعد ما صمت اكل ايه؟ اه سؤال ده رائع النظام الوحيد اللي نفسك تاكل كل اللي نفسك فيه هو الاوماد عشان كده احنا قلنا اوماد واحدة في اليوم كل 24 ساعة واحدة علميا وعن تجربة الناس دي حتى لو اكلت اكل مش صحي وانا مش بحب عشان كده لان ليه لازم تستنى تاكل تصوم 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 وتفطر على بيرجر يعني دي الوحيد انك تبتدي تدخل في جسمك مغذيات صحية مضادات سرطانات مضادات التهابات بس الحقيقة استل احسن بكتير قوي من ان انا اكل نفس الاكل الوحش اربع مرات في اليوم لان في الاخر مهما اكلت مرة واحدة في اليوم مش اكل 60-70% من اللي كنت هاكله من الاكل الوحش الادمان على مدى اليوم اوماد لايفستايل رائع كبداية للي حاسس ان انا مقدرش اسيب الاكل بتاع الادمان ده كيفية ان هو تعلم ازاي وقفه 23 ساعة هيجي وقت عنده الارادة داية هيعرفي غير لما بافتر هافتر على اكل ساعة ده بالنسبة للوان ميل لكن بالنسبة لان انا صمت مثلا ستاشر وتمانية زي ما بنقول اشهر حاجة مضبوط جيت بقى في التمانية هاكل بقى زي ما انا عايز ولا هاكل ايه سؤالتي عارفة لا معلش خصوصا لو الا انا عايزه عيش ابيض دقيق ابيض اعمل منتجات تانية من هالبيجلز والحاجات دي وسكر ابيض ورزة ابيض سميهم ثلاث سميهم البيضاء هم فعلا كده الرز الابيض السكر الابيض دي الابيض مليان جلوتين احنا عارفين ان في 20-30% من الناس معظم مشاكل جسمهم من التهاب والصداع والدهون على الكبد والتقرح والقولون والقولون العصبي بسبب الجلوتين وراح له دكتور عمله انداسكبي او منذار قال له لا انت معندك سيليك ديزيز ما انا عارف انه معندوش سيليك ديزيز في 29% او فوق ما عندهاش سيليك ديزيز وعندها مشايق الخطيرة مع الجلوتين اللي في الامح فانت مين انت فيهم ما تعرفش في تحاليل تانية بتثبت ده الاجسام المضادة المشكلة ان في ناس بتطلع اجسام مضادة عندها ناجاتيف لان الجسم المضاد ده بيقسه واحد اسمه انتيجلايدن تطلع انتيجلايدن ده مش موجود افترض ان انت ماندكش سيليك ديزيز في ناس كتير جدا ما عندهاش وما عندهاش الانتيبودي ده وفي ناس عندها لان ده واحد جسمه مضاد واحد بدور عليه من اجسام مضادة تانية كتير في ناس كتير بتعاني من مشاكل الامح طيب اش معنى يعني موضة دلوقتي ما تقول عمرنا مش هل انت دكتور كلم عن اكل ربنا هو اكل ربنا لو رجعنا ما كانش فيه عيش كان فيه عيش من امح كامل الحبة ونقطة تانية وبقي الاكل كله كان صحي فالحبة دي لما تكسرت الجلوتين الدم ما شفهاش لان المفروض الجلوتين ده بيتكسر ويعدي في الامعاء مر الكرام لا يمتص يعني احنا لو جبنا عيش وعملناه صحي في البيت بالامح الكامل نقدر ندخله في اكلنا احسن بس المشكلة من الامح الكامل دلوقتي ملعوب في جيناته الوراثية والجلوتين فيه اضعاف مضاعفة للجلوتين تاع زمان لا كانش هيبه مشكلة المشكلة في ايه؟ ان الجسم بقى عنده حساسية للجلوتين كبروتين جوه الامح عشان الناس مش فاهمة لان فيه ارتشاح في الامعاء الامعاء اللي هي المفروض جدار فاصل ما يدخلش من البرازة على الامعاء على الدم بسبب الاكل البرجر والهضاج والسوسيس والسكريات والحاجات دي كلها بقى الامعاء ابوابها مفتوحة بيدخل الجلوتين يعمل الجسم ضده اجسام مضادة يبقى فيه حساسية مش بس الجلوتين وحاجات تانية كتير والاكتوز بقى انا بسألك عالعيش لان احنا كمان كمصريين وكعرب يعني احنا مدمنين عيش العيش ده بنغمس بي يعني ما بنعرفش ناكل كتير انا شفت واحد بياكل ايس كرين بعيش طيبة دي كل يعني مش بنعرف ناكل كتير بالمعلقة قد ما بنحب نغمس فلو في بدايل برضو يمكن هنعمل حلقة في الاخر طبعا في بدايل اذا هو فيه اخر؟ لسه 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 بادري اوي على الاخر مش عارفة امتا شكرا على الحلقة دي بس ايدك تقول نصيحة نصيحة صغيرة في جملة عن السيام المتقطع السيام المتقطع طول في الباكس جزء من العدة بتاعتي اللي بحارب بيها السرطان والالتهابات والالسهايمر امراض القلب والكلسترول وطبعا السمنة بس لما يجب تدي اعمل سيام متقطع ده بقى مشكلة لو عملته من غير متفرج على الحلقة زي كده ايوه لازم افهم انا بعمل ايه كويس لان فيه ناس بتقع يغم عليها صح لازم اتعلم كويس اوي وكل حاجة بالتدريج اخر كلمة اقولها اللي زي تي في عشرين سنة كيلو كل سنة عايزين نخسه ليه في عشرين يوم شاهدينا شكرا على متابعتكم للحلقة الحلوة دي شكرا تتكابعون دي كثير باسم ارجو انك تكونوا فعلا استفدتوا واستمتعتوا وخدتوا قرار لانه ياما بنسمع طب وبعدين هنفضل نسمع لغاية انت انا عن نفسي جربت حكاية السيام المتقطع دي في فترة ما كملتش كتير بس هرجع له تاني بعد الحلقة دي لازم ارجع له تاني شجعونا اكتبونا لو هتبتدوا السيام المتقطع هكتبونا على الحلقة انا اتشجعت انا هبتدى انا عملته حصل لي ايه عندك سؤال اسألينا فيه واحنا دكتور باسم بيرحب بكل اسئلتكم الى اللقاء في حلقة جديدة من انت لقلقه ربنا معاكم اشتركوا في القناة